يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة براءة من الله ورسوله براءة براءة من الشيء أي ابتعد عنه ونفاه وجافاه براءة أي برئ الله من هذا الشيء ابتعد عنه وليس بينه وبينه صلة وهي تتكلم عن العهود التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم معه الكافرين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم ثلاثة أحوال المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم ثلاثة أحوال الحال الأول هناك من المشركين ليس بينهم وبين النبي عهد ما صارت عهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك من المشركين كانت لهم عهود مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من أربعة أشهر هناك من المشركين من كانت بينهم وبين النبي عهود أكثر من أربعة أشهر إذن هناك من لم تكن لهم عهود هناك لهم عهود أقل من أربعة أشهر هناك من لهم عهود أكثر من أربعة أشهر كما تعلمون في صلح الحديبية النبي عهد المشركين كم عشر سنوات عشر سنوات أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين كفار مكة ومن دخل في حلفهم لمدة عشر سنوات فإذا هناك عهود طويلة هناك عهود قصيرة هناك لا عهود فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها براءة أي من هذه العهود التي بينك وبين المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أي العهود التي بيننا وبينكم سنجعل لها أمد خلاص سننقضي عنده هذه العهود وقوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الذين بينكم وبينهم عاهدتم بغض النظر عن هؤلاء المشركين عرب غير عرب مفتوح